من العلوين الرئيسية اللي كانت معايا النهاردة في بداية البرنامج الليلة حفلة تتشين مشروع القرن في النادي الأهلي دون الخطف التفاصيل أكيد النهاردة كل جماهير النادي الأهلي وكل جماهير الكرة المصرية والرياضة المصرية وكل واحد محب للبلد دي أكيد يكون على استعداد لمتابعة كافة التفاصيل والمعلومات والأخبار الخاصة بمشروع القرن في النادي الأهلي الميزة في النادي الأهلي مفيش كلام كتير الكلام دايماً بيكون على أرض الواقع تشوف حدث تشوف تفاصيل تشوف حاجة على أرض الواقع تقدر تقول هو ده المشروع اللي هتكلم عليه الفكرة في حد ذاتها مش في إنجاز البطولة ما أنت إنجاز البطولة طول السنة بتتعرف لحاجات كتيرة بس ما بتتكلمش لأن في النهاية أنت مستني النتيجة والنتيجة بتتحقق بالبطولة نفس الأمر في المشروعات الهندسية والبنية التحتية والشغل العملاق اللي بيحصل فيه النادي الأهلي منذ سنوات طويلة دلوقتي إحنا النهاردة في يوم تاريخي زي النهاردة بنتكلم في 4 يونيو 20-24 الأجيال اللي جاية خلال سنة، سنتين، تلاتة، عشرة، خمستاشر، عشرين سنة زي ما تكلمنا على إنجاز حصول الأهل على نادي القرن من ألفين وواحد وبنتكلم فيه في عشرين أربعة وعشرين ندلوقتي بنتكلم على مشروع قرن جديد بيت بني ابتداء من النهاردة وهنشوف خلال الأيام اللي جاية والسنين اللي جاية على أرض الواقع هذا الكلام هو كان حلم بس أجمل ما في النادي الأهلي إن أي حلم بيحلمه أي مسؤول أو أي مجلس إدارة دايما الحلم ده لازم يكون موجود على أرض الواقع عشان تحقق كل طموحات جماهيرك وحلم الأهلوية كلهم أكيد كانت أحلام كبيرة جدا وأحلام عريضة جدا سواء على مستوى الإنجازات والبطولات أو على مستوى البنية التحتية النادي الأهلي من مقر الرئيسي لفرع واثنين وتلاتة وبنية تحتية على أعلى مستوى أفادت بالتأكيد الرياضة المصرية ولكن بنية تحتية جديدة لما تخش على مشروع عملاق النهاردة بنتكلم عليه وهو مشروع القرن بيتم تتشينه بشكل رسمي داخل النادي الأهلي أكيد هتشوفه مفاجآت وحدث كبير جدا تبعوه النهاردة من خلال تغطية على شاشة قناة الأهلي ابتداء من الساعة الثامنة من مساء اليوم وعلى مدار الساعة هتتابعوا أكيد تفاصيل وحفل فيه مفاجآت كبيرة جدا ناس تقولي تم تدينا تفاصيل مش هتبقى مفاجآة لو قلت تفاصيل من دلوقتي استنى وتفرج وتابع من الساعة 8 وبداية الحفلة هتكون الساعة 9 وهتشوف أكيد حاجات كنت بتتمناها وكنت بتكتبها كده حتى في الزكريات معاك ممكن أحضر مباراة للأهلي في استاد الأهلي ممكن أشوف في النادي الأهلي مدحف ممكن تفاصيل كتيرة قوي أكيد النهاردة هتسمعوها وتشوفوها على أرض الواقع ده جانب مهم جدا كان لازم أتكلم عليه لأنه كان علوان أساسي معنا النهاردة في برنامج التريند الجانب الثاني وهو متعلق باستئناف الأهلي للتدريبات منذ الأمس الأهلي أكيد بيستعد للمرحلة اللي جاية فيما يقرب من حوالي 14 لعب غايب عن الفريق في الأجندة الدولية الحالية فمرس الكولر أكيد بدأ تدريباته من مبارح عمل برنامج تدريبي على عدة مراحل لغاية لما يوصل لأعلى مرحلة قبل مواجهة فاركو يوم 14-6 فالمرحلة الحالية أكيد في استنافل التدريبات فيها تفاصيل كتيرة من من اللاعب الدوليين الموجودين في قصد سوريا يعني من اللاعب اللي موجودين في الفريق بعد غياب الدوليين ونت عندك دوليين في الفريق الأول والمنتخب الأولمبي ومنتخب يعني عدد كبير جدا وحتى المنتخبات الأفريقية حتى على مستوى أسيا وسام أبو علي مع منتخب فلسطين في إضافة تمت بانضمام عمر كمال بالأمس بعد إصابة فتوح فأكيد في تفاصيل كتير